في العراق الحديث يبرز دور صانع الإنجازات الوطنية بما يقدم مثالاً واضحاً لجهود رجالات البلاد وفي قيادة وزارة الداخلية برز اسم عبد الأمير الشمري كرجل المهمة الصعبة في أن تكون الوزارة بكل ما تقدمه من خدمة للمواطن على يد الأجهزة الأمنية يقد الشمري عمليات تطوير العمل الشرطي بما يواكب التطور العالمي وفي تجربة جديدة من نوعها وجه بها وزير الداخلية بتطبيق معايشة ضباط بروتا بن عليا للعمل في مراكز الشرطة والنهوض بواقعها التوجيهات الجديدة أعلنها الشمري خلال اجتماع ضم قادة الوزارة ووكلي الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات لمناقشة تطبيق معايشة للضباط الكبار من موقع أدنى للعمل كضباط بمراكز الشرطة في جميع المحافظات بهدف مراقبة وحل المشاكل بهذه المراكز المختارة اللجنة المختصة خولت بجميع الصلاحيات من وزير الداخلية ومن ضمنها تقييم عمل ضباط المركز ودرشيح بديل لهم في حال عدم قدرتهم على إدارة مراكزهم بالشكل الصحيح كما شمل التوجيه أن تقيم اللجنة قائد الشرطة ومعاونيه خطوة تؤكد رؤية ثاقبة يقودها الشمري بعين الحرص على أن يكون العمل الشرطي العراقي في مقدمة المهنية وبما يخدم عراقا أكثر استقرارا وعدلا ونزاحة